موسيقى عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتعاون مع شبكة وطن الإعلامية وبالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورشة عمل بعنوان بأحامية من خطاب الكراهية لأئمة المساجد في مدينة بيتالحم يأتي هذا النشاط ضمن مشروع بيئة حامية من خطاب الكراهية وداعمة لحرية التعبير الذي ينفذه مركز الديمقراطية وحل النزاعات بتعاون مع مجموعة من المؤسسات الأهلية وبدعم من الاتحاد الأوروبي يهدف المشروع إلى العمل مع المؤثرين في المجتمع الفلسطيني من رجال دين مسيحيين ومسلمين ورؤساء الأندية الرياضية إلى توعية المواطنين بموضوع خطاب الكراهية وما له من أبعاد سلبية على المجتمع خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي هذه سلسلة من مجموعة الورشات مع وزارة الأوقاف وهذه لعلها الرابعة وتكتسب خصوصية خاصة في بيت لحم كونها مدينة تعايش بين المسلمين والمسيحيين ويطبق حقيقة نبذ الكراهية في هذه المحافظة وضرورة أن يكون مثل هذه الأمور تأكيدا على هذه الروح التي ينبغي أن تستمر ليتم النسيج الاجتماعي متماسكا طيلة الوقت اطلع المشاركون خلال الورشة على مفهوم خطاب الكراهية وما له من أبعاد سلبية على المجتمع وعلى الدور المهم لرجال الدين في تعزيز المفاهيم الإيجابية ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز حرية التعبير عن الرأي ضمن الضوابط الاجتماعية والدينية الدورة كانت ناجحة بكافة المقاييس حيث كان هناك حديث من أطراف عدة وخاصة من ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حسن الشهادة حيث تحدثوا في إطار الحرية بشكل عام وحرية التعبير والفرق بينها وبين خطاب الكراهية وأكدت الدورة على نبذ خطاب الكراهية وتعزيز الحوار والخطاب الذي يهدف إلى ترسيخ منهج السلم الأهلي والمجتمعي في مجتمعنا الفلسطيني نوجه الشكر لوزارة الأوقاف والجهة المتعاونة معها في تنظيم هذه الدورة التي أضافت إلينا بعض المفاهيم أو ميزت بعض المفاهيم فيما يتعلق بحرية التعبير وخطاب الكراهية وتقسيمات هذا الخطاب وبيان وجهة نظر الإسلام في هذا الجانب وأن الإسلام كان من البداية حريصاً كل الحرص على ضحض خطاب الكراهية من باب قول الله عز وجل وقول للناس حسناً وإلى جانب الورشة التي عقدت في بيت لحم عقدت مجموعة من الأنشطة مع رجال الدين المسيحيين والمسلمين والأندية الرياضية في مختلف المدن الفلسطينية ضمن مشروع بيئة حامية من خطاب الكراهية وداعمة لحرية التعبير ترجمة نانسي قنقر